بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أحبابي الكرام من منا لا يتمنى حفظ القرآن الكريم؟ كيف لا؟ وقد نزل على سيد القلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يتلقاه من جبريل ثم أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعاً لأهله وحفاظه ففي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه قد رواه مسلم أحبابي في الله حفظت القرآن هم أهل الله وخاصته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته وقد رواه ابن ماجه وصححه الألبانين ثم الغبط الحقيقية تكون في حفظ القرآن ففي الحديث الشريف الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار روه البخاري أحبابي في الله إن القرآن يرفع صاحبه في الجنة درجات فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها رواه الترمدي وصححه الألبان حافظ القرآن أحبابي في الله أحق الناس بالإمامة في الصلاة ففي الحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وقد رواه مسلم إن حفظ القرآن الكريم وتعلم خير من الدنيا وما فيها وأنه أيضا أكثر الناس تلاوة فهو أكثرهم جمعا للحسنات وقد اخترت لكم أحبابي في الله هذه الخطوات التي استعملها العديد ونجحت معه في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وجعله الله في ميزاننا جميعا وجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ترجمة نانسي قنقر